استكشاف ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين هنا نستطيع استخدام خاصية توزيع الضرب على الجمع لتجزيع عوامل الضرب لإيجاد الناتج ولكن ما هي خاصية توزيع الضرب على الجمع؟ إذا أردت أن أضرب هذين العددين ثلاثة في أحد عشر بفرض أنني لا أعرف جدول ضرب الأحد عشر وأريد إيجاد هذا الناتج استطيع توزيع الضرب على الجمع وكيف هذا؟ سأضع الثلاثة لأن جدول ضرب الثلاثة أعرفه ضرب هذه الأحد عشر سأقسمها إلى عددين يسهل ضربهما سأقسمها إلى عشرة زائد واحد الآن أوزع الضرب على الجمع فماذا أفعل؟ أضرب الثلاثة في العشرة ثلاثة في عشرة وأضع علامة الجمع ثم أضرب الثلاثة في الواحد ثلاثة في واحد ثم أقوم بتنفيذ عملية الضرب ثلاثة في عشرة بثلاثين زائد ثلاثة في واحد بثلاثة ثلاثين زائد ثلاثة بثلاث وثلاثين هذه هي عملية توزيع الضرب على الجمع وكيف أعبر عنها بالنماذج؟ رسموا هذا النموذج هذا الجانب يمثل الثلاثة وهذا الجانب يمثل أحد عشر وهذه المساحة تمثل ثلاثة في أحد عشر هذه هي عبارة الضربة الأصلية لكن كيف أمثل عبارة توزيع الضرب على الجمع بهذه الطريقة؟ سأخذ هذا الجانب وأقسمه إلى كما قسمته هنا عشرة وواحد فسأقسم هذا الجانب إلى عشرة أيضا وواحد فتصبح هذه عشرة وهذه واحد إذن هذه المساحة ستمثل ثلاثة في عشرة وهذه ستمثل ثلاثة في واحد وإذا جمعناهما سنحصل على ثلاثة في أحد عشر إذن سنكتب هنا هذا يمثل ثلاثة في عشرة زائد واحد نشاط أوجد ناتج إثنى عشر في خمسة عشر هنا سنستخدم خاصية توزيع الضرب على الجمع باستعمال النموذج أيضا سنرسمه مستطيلا بهذا الجانب سيمثل الثني عشر وهذا الجانب سيمثل خمسة عشر لكن بالنسبة لي ضرب الثني عشر والخمسة عشر صعب قليلا لا أحفظ جذبل الضرب للاثني عشر والخمسة عشر إذن فلأقسمها إلى أعداد يسهل ضربها فلنقسم الثني عشر سنقسمها إلى عشرة واثنين يسهل عليه الضرب العشرة والاثنين بهذه الطريقة تصبح هذه تمثل عشرة وهذه تمثل اثنين ما زال نفس الطول اثني عشر فقط قسمتها إلى عشرة واثنين والخمسة عشر سأقسمها أيضا إلى عشرة وهذه خمسة لم أغير شيئا في الأطوال ولا في المساحات فقط قسمتها إلى أعداد يسهل ضربه الآن فلنوجد نواتج الضرب هنا سيكون عشرة في خمسة أكتبها عشرة في خمسة والتي تساوي خمسين وهنا هذا الطول طوله عشرة وهذا عشرة إذن ستكون عشرة في عشرة وتساوي مئة وهذا المستطيل هذا الطول باثنين وهذا هو نفسه هذا الطول بخمسة إذن هنا سيكون اثنين في خمسة والناتج عشرة ما هذا المستطيل فهذا الطول اثنين وهذا عشرة إذن اثنين في عشرة والناتج عشرين إذن حتى نوجد ناتج هذا الضرب اثنى عشر في خمسة عشر سنجمع المساحات هذه جميعها سنبدأ بمئة ثم خمسين ثم عشرة ثم عشرين إذا جمعناها هذه كلها الأحاد بصفر العشرات خمسة زاعد واحد بستة زاعد اثنين ثمانية والمئات عندي واحد فقط إذن اثنى عشر في خمسة عشر يساوي مئة وثماني وهذه العملية أستطيع كتابتها على الشكل التالي الاثنى عشر قسمناها إلى اثنين زاعد عشرة ثم علامة الضرب والخمسة عشر قسمناها إلى خمسة زاعد عشر الآن سنقوم بعملية التوزيع سنبدأ بالاثنين نضرب الاثنين في هذا القوس كاملا فنقول اثنين في خمسة زاعد عشرة الآن نتجه للعشرة نضع الزاعد ثم عشرة في هذا القوس كاملا فيصبح عشرة في خمسة زاعد عشرة هذه ستساوي الآن نوزع الضرب على الجمع هنا اثنين في خمسة اثنين في خمسة ثم علامة الزاعد اثنين في عشرة اثنين في عشرة تهينا من هذا الجانب نضع علامة الزاعد هذه ثم هنا عشرة في خمسة أقول عشرة في خمسة ثم علامة الزاعد هذه عدى عشرة في عشرة عشرة في عشرة هذه ستساوي الآن نقوم بعملية الضرب اثنين في خمسة بعشرة زاعد اثنين في عشرة بعشرين زاعد عشرة في خمسة بخمسين زاعد عشرة في عشرة بمئة ثم نجمع هذه الأعداد جميعها ونحصل على مئة وثمانين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر